أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي غذر وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون الدوحة بعد اجتماع عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني للمرة الثانية خلال يومين تناول الأزمة الخليجية والجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد تسوية سلمية لها وكان تيلرسون قد شارك في جلسة مباحثات بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني شدد خلالها على أن حل الأزمة الخليجية يقتضي مفاوضات مباشرة بين دول الحصار وقطر من أجل التفاهم حول مجمل القضايا العالقة بدى النهار حافلا في الدوحة صباحا وبحضور أمير قطر اجتمع ثلاثة وزراء قطري وكويتي وأمريكي للتداول في الأزمة هو ذات الاجتماع للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام لبحث الأزمة الخليجية المستمرة انتهى اللقاء مع الأمير ثم اجتمع الثلاثة على حدة قطري يندد بالحصار ويرحب بالحوار وكويتي يقود وساطة من داخل البيت الخليجي وأمريكي يعرف المنطقة جيدا ولديه الكثير من الأوراق انتظر الصحفيون طويلا ولم يدل أي من المسؤولين بتصريحات بيد أن أخبارا جاءت عبر الجدران السميكة تقول بأن التدخل الأمريكي قد نجح في إحراز تقدم طفيف وربما يقرب المسافة بين أطراف الأزمة غادر الوزير الأمريكي إلى واشنطن وربما تكون له عودة قريبة لإيجاد مخرج يرضي أطراف الأزمة درءا لتصيد أطراف أخرى في مياه الخليج العكرة الكثير من الزخم الدبلوماسي القليل من المعلومات عما يدور خلف الأبواب المغلقة إنها الأزمة الخليجية وهي تراوح مكانها رغم كل الجهود الخليجية والإقليمية والدولية سلمان النجار التلفزيون العربي الدوحة قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيدر نوارت إن واشنطن تأمل باتفاق أطراف الأزمة الخليجية على بدء حوار مباشر مشتيرة إلى أن ذلك هو الخطوة التي تشكل بداية حل الأزمة وأشارت نوارت في إجاز صحفي إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أمير الكويت في جهود الوساطة وتأتي التصريحات الأمريكية بعد انتهاء جولة وزير الخارجية الأمريكي بيكستيلرسون في منطقة الخليج والتي أجرى خلالها لقاءات مع مضرائه ومسؤولين من دول أطراف في الأزمة تنضم إلينا للمزيد حول هذا الموضوع من واشنطن مراسلتنا ريمة بوحمدية إذن ريمة الخارجية الأمريكية تدعو بعد جولة ريكستيلرسون إلى مفاوضات مباشرة لحل الأزمة الخليجية هل هي إشارة ضمنية إلى فشل وساطة وزير الخارجية الأمريكية التي قدها لأيام بين عواصم خليجية عدة؟ لم يذهب المراقبون في واشنطن إلى القول أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكستيلرسون إلى دول في الخليج وإجرائه لقاءات مع وزراء ومسؤولين من دول أطراف الأزمة إلى أنها فشلت بهذه الدعوة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل مباشر في محاولة لحل الأزمة وإنما على الأقل ما قالته بعض الأوساط في الولايات المتحدة هو أنه لم يكن هناك اختراق كبير في هذه المفاوضات أو في مساعي ريكستيلرسون لحل هذه الأزمة وبالتالي يعول الأمريكيون كثيرا على الجهود على الأقل الأوساط السياسية على الجهود التي يبدو لها وزير الخارجية الأمريكي ريكستيلرسون في محاولة لإيجاد حل هذه الأزمة هناك ضغط كبير في واشنطن سواء من الكونغرس من أطراف أخرى من البنتاجون لإيجاد حل هذه الأزمة وبالتالي يعول كثيرون على أن يستطيع ريكستيلرسون القيام بهذا الأمر وأخذ زمام الأمور بحيث يصل إلى حل مع أطراف الأزمة الخطوة التالية كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية هي الجلوس إلى طاولة الحوار وهذه هي كما يقول مراقبون ربما يكون التحدي الأكبر أو ربما تكون المعضلة الأكبر التي تواجه ريكستيلرسون في مساعيه أن يحاول أن يجمع كافة هذه الأطراف على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة ولكن سبق هذه الخطوة الهامة كما قال مراقبون وجود ريكستيلرسون في منطقة الخليج السماع بشكل الاستماع بشكل مباشر لكافة أطراف الأزمة في محاولة لتفهم جميع مواقف أطراف الأزمة الخطوة التالية كما قلت وكما قالت وزارة الخارجية الأمريكية هي الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل مباشر ومحاولة التوصل إلى حل وهذا ما ستواصل هذه الإدارة ممثلة بوزير الخارجية الأمريكية للقيام به لفعله في المرحلة المقبلة على الأقل في واشنطن لا يبدو أن هناك استسلام بعد عودة ريكستيلرسون إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بأزمة الخليج أشكرك جزيلا شكرا على جملة هذه التفاصيل مرسلتنا من واشنطن ريمة بوحمدية